مصر تستضيف غدا مؤتمر قمة دول جوار السودان لبحث سبول إنهاء الأزمة رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المقترحة لتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية ويؤكد الحفاظ على الطابع المميز لتراث هذه المنطقة مجموعة السبع تتعهد بمساعدة أوكرانيا على بناء قدرات عسكرية قوية برا وبحرا السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جنج نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم تستضيف مصر غدا فعاليات مؤتمر قمة دول جوار السودان حيث يبحث المؤتمر سبول إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار بالإضافة لوضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية بالتنصيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن استضافة مصر للمؤتمر تأتي في ظل الأزمة الراهنة في السودان وحرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان ولاتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل منذ بداية الأزمة السودانية في الخامس عشر من أبريل الماضي بذلت مصر جهودا عديدة من أجل إنهاء الأزمة والوصول إلى حل سياسي سلمي لإنقاذ أرواح السودانيين كما ألزمت مصر نفسها بحماية الأشقاء الراغبين في اللجوء إليها والإقامة فيها لحين انتهاء تلك الأزمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن اهتمام الدولة بتطوير هذه المنطقة يعد جزءا من خطتها لإعادة تأهيل كافة المقاصد التاريخية والتراثية ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية عمل وحدة المشاركة مع القطاع الخاص مشددا على ضرورة الإسراع بالإجراءات الخاصة بدراسة وبدء تنفيذ المشروعات بما يسهم في سرعة التنفيذ من جانب القطاع الخاص هذا ووافقت اللجنة العليا على بدء تنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية لبعض الوزرات والجهات ومنها مشروعات قدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة محطات معالجة مياه جديدة ببعض المدن ومشروعات أخرى لمحطات محولات وبشواكات الكهرباء بالإضافة إلى مشروعات قدمها كل من الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب واستعرض الاجتماع أيضا تشغيل وصيانة محطة محولات بمدينة العاشر من رمضان وتشغيل وصيانة شبكة كهرباء مدينة العالمين الجديدة بالإضافة لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة السادس من أكتوبر بالإضافة أيضا إلى مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن زيارة شركة بلاكراك كوب ريات شركات إدارة الأصول والمخاطر حول العالم مهمة لزيادة تعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة وخلال لقائه بمسؤولي الشركة العالمية بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية مؤكدا أن الأولويات للفترة الحالية تتمثل في تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخلال الاجتماع أشهد العضو المنتدى بالشركة ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة مشيرا إلى الخطوات الإصلاحية التي تتخذها مصر لتشجيع الشركات على بحث إمكانية استثمار المزيد من رؤوس الأموال في السوق المصرية أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق العشرين من يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بالإضافة لشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص وذلك بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 كما قرر رئيس الوزراء أن يكون يوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك بمناسبة عيد ثورة الثالث والعشرين من يوليو نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد وإعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024 تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم التي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد وشددت الوزارة على أنه سيتم الإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد لجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات بشكل رسمي فور اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي مناشدة الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة إلى الشان السودانية حيث تواصلت في العاصمة السودانية وعدد من المدن الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع وأفد شهود عيان أن أصوات طائرات مقاتلة وقصف مدفعي سمعت في أم درمان وبحري التي تشكلان مع الخرطوم العاصمة الكبرى وتشهد العاصمة مع عدد من المناطق من أبرزها دارفور اشتباكات متقطعة بين الجانبين أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن ارتفاع أعداد النازحين السودانيين إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص وذلك بسبب المعارك المتواصلة في العاصمة وفي عدد من المدن الأخرى وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن قرابة المليون ونصف المليون سودانيين قد نزحوا من مناطق إقامتهم إلى مناطق أخرى داخل السودان بينما نزح حوالي 700 ألف شخص عبر الحدود إلى دول الجوار خاصة نصر وتشاد إلى ذلك واصلت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهود تقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من السودان وذلك عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل ومستشفى أبو سنبل الدولي بجانب الموقف الدولي ببندينة كاركر هذا ويتواصل توافد الوافدين من السودانيين ورعاية الدول عبر معبري أرقين وقسطل الحدوديين وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى جينين في أول زيارة للمدينة ومخيمها منذ أكثر من عشر سنوات وذلك بعد عملية عسكرية إسرائيلية واسعة الأسبوع الماضي أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيا وخلفت دمارا واسعا في المخيم وخلال الزيارة شدد الرئيس الفلسطيني على أن مدينة القدس المحتلة ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين مضيفا أمام حجد المواطن مخيم جينين أنه جاء ليتابع إعادة بناء المخيم والمدينة مشددا على بقاء الفلسطينيين صامدين في أرضهم وعدم رحيلهم عنها هذا وقد وضع الرئيس الفلسطيني إكليلا من الزهور على أضرحة الشهداء في مقبرة الشهداء الجديدة بالمخيم والتي تضم جثامين تسعة شهداء ممن ارتقوا في العدوان الأخير على مدينة جينين ومخيمها اقتحم عشرة المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال في سياق متصل أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ردود المجتمع الدولي على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة شكلية ولا تترجم إلى خطوات فاعلة وأعربت الخارجية الفلسطينية عن استيائها من ردود الفعل الدولي والأممية تجاه جرائم التطهير العرقي المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين بهدف تفريغ المدينة المقدسة ومحيطها من الوجود الفلسطينية أعربت فرنسا عن أسفها لاستخدام روسيا حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود لتسعة أشهر مقبلة معتبرة أن خطوة موسكو تؤكد عزلة روسيا المتزايدة في كل المحافل الدولية وفشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا على الرغم من تنامي الاحتياجات الإنسانية خاصة منذ زلزال فبراير المدمر فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا هذا الفشل جاء غدا تنتهاء العمل بهذه الآلية التي تتيح إيصال مساعدات حيوية لملايين القاطنين في مناطق تقع خارج سيطرة الحكومة السورية ومنذ أيام يحاول أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر التوصل إلى اتفاق على تمديد العمل بهذه الآلية التي تتيح نقل الطعام والأدوية من تركيا إلى شمال غرب سوريا بدون تصريح من دمشق وفي مواجهة معارضة روسيا التي حصلت على تمديدها لستة أشهر فقط ترح على التصويت مقترح معدل يقضي بتمديد الآلية لمدة تسعة أشهر لكن روسيا استخدمت حق النقض الفيتو لإحباط مشروع القرار المعدل الذي حصل على موافقة ثلاثة عشر عضوا فيما امتنعت الصين على التصويت عليه يمكننا الخروج من هذه الأزمة يمكننا إنقاذ هذا الوضع ولكن فقط إذا تم دعم مشروعنا الذي يهدف إلى إصلاح آلية إدخال المساعدات العبرة للحدود إذا لم يلقنا الصون الدعم يمكننا بكل بساطة إقاف الآلية المساعدات التي تدخل عبر هذه الآلية يستفيد منها إرهابي إدلب وليس الشعب السوري وفي الوقت الذي أعرب فيه الأمين العام للأم المتحدة أنطوليو جوتيريش عن خيبة أمله لفشل مجلس الأمن الدولي في تمديد العمل بالآلية قال السفير السوري لدى الأم المتحدة بسام صباغ إن مشروع القرار الغربي لم يعكس تطلعات سوريا متسائلا بشأن كيفية ضمان قابلية التخطيط والتنبؤ في ظل النقص الهائل في التمويل الذي لم تصل نسبته هذا العام حتى الآن إلى 12% وتسمح الآلية التي أنشئت في عام 2014 للأم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المناطق بشمال غرب سوريا من دون الحصول على موافقة الحكومة السورية التي تندد من جهتها بهذه الآلية وتعتبرها انتهاكا لسيادتها وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة على قرار محل خلاف بشأن الكراهية الدينية في أعقاب حرق نسخة من القرآن في السويد أدن القرار أن يتدعوه إلى الكراهية الدينية بما في ذلك الأفعال الأخيرة والمتعمدة من تدنيس القرآن الكريم بما يشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف سواء كان ذلك يتعلق باستغرام وسائل الإعلام المطبوعة أو السمعية أو البصرية أو الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى صوتا على القرار 28 دولة لصالح القرار فيما امتنعت 7 دول عن التصويت وعارضته 12 دولة من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بزعم تعرض القرار مع رؤيتهما لحقوق الإنسان ولحرية التعبير التقريبات والعلمية والأخرى من تقليلات المتحدة والدولة والوء في الوقت يتبقى أكتب أكتبا طويتها من المتحدة المتحدة بمضوعية وفقوق الإنسان والحركاء الإنسان تساولت الجددا أن الصورة والأخمات المتحدة عن المسلمين الإسلامفية والمتسامتين وأن الصورات والمتحارات المتحدة الذي تيسرون ومع المنوراتيين مثل الأحمدية، الباحيين أو الزائدين هم مانفتاحات من عبارة عبارة. هم محاولة، 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 وحاولة. تواصلت لليوم الثاني والأخير اجتماعات ناتو في فيلينيوس بليتوانيا وسيقدم الحلف خطة التزامات طويلة الأجل لأمن أوكرانيا هذا ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظرائه في حلف الشمال الأطلنطي اجتماعا مع الرئيس الأوكراني ولودمير زيلانسكي في مجلس ناتو أوكرانيا الجديد ويعد هذا المجلس جزءا من جهود الحلفة لتقريب أوكرانيا قدر المستطاع من الحلف العسكري لكن دون الانضمام الفعلي له أعلنت دول مجموعة السبع عن إطار عمل دولي يمهد طريقة لضمانات أمنية على المدى الطويل لأوكرانيا من أجل تعزيز دفاعاتها ضد روسيا ولردع موسكو عن أي عدوان في المستقبل وفي إعلان مشترك قالت الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا وكندا وإيطاليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي إن هذا الإطار يشمل توفير عناصر من بينها المعدات العسكرية المتطورة والحديثة والتدريب وتبادل معلومات المخبراتية والدفاع الإلكتروني وطالب الإعلان المشترك بتعهد أوكرانيا بتحسين تدابير الحكم بما في ذلك إجراء إصلاحات قضائية واقتصادية فضلا عن تعزيز الشفافية إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مجموعة السبع أصدرت بيانا واضحا بأن دعمها لأوكرانيا سيستمر لفترة طويلة في المستقبل بعد إعلان حدد إطارا متعدد الأطراف لدعم أوكرانيا وخلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فلودمير زيلانسكي أكد بايدن أن الولايات المتحدة ستظل داعمة لأوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك أود أن أشكر زعماء مجموعة دول السبع ورئيز زيلانسكي على إنجاح هذا العمل وأرى أن التصريح والبيان فيما يتعلق بالتزام أوكرانيا في الدفاع عن حريتها ورسم مستقبلها بنفسها ومهما استغرق الأمر من زمن قال الرئيس الأوكراني فلودمير زيلانسكي إن الاتفاق متعدد الأطراف الذي يمهد طريقة لمفاوضات ثنائية مع الدول يمثل نصرا أمنيا مهما لأوكرانيا وخلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي رحب زيلانسكي بالضمانات الأمنية التي تعهدت بها مجموعة السبح شرف كبير إن مخرجات قمة فيلينوس كان بأمس الحاجة إليها وهي ضرورية لنجاح أوكرانيا وأنه ممتن لكافة الزعماء والقادة على دعمهم غير المحدود إلى كييف أو أي دعم قد تحتاجه كييف وعلى الضمانات الأمنية التي يمكن من خلالها ضمان حزم أساسية لتحقيق الأمن اليوم ننسقه مع مجموعة دول السبع إطار العمل الخاص بالضمانات الأمنية التي سوف يتم إطالة نطاقها بحيث تشمل اتفاقيات مع شركائنا لأن هذا الأمر من شأنه أن يقدم الدعم لأوكرانيا وبلادنا وشعبنا وأطفالنا أكد الأمين العام لحلف الشمال الأطلنطي ينسى ستوتنبرغ قرب أوكرانيا من الناتو عن أي وقت مضى وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلودمير زيلانسكي قال ستوتنبرغ إن الحلف يتطلع لليوم الذي تكون فيه أوكرانيا عضوا به هناك حرب تدور رحاها في أوروبا وما من خيارات كثيرة لحلفائنا في الناتو والرسالة هي أنه عندما تقوم دولة بانتهاك الأعراف والقوانين الدولية فلذا من الضرورة لحلفاء الناتو أن يدعموا أوكرانيا لأنه من المأسان لأوكرانيا وللرئيس زيلانسكي وسوف يكون خطرا علينا أيضا وهذا السبب كنا نشدد على أهمية أنه لأوكرانيا حق تقرير المسار الخاص بها وما هي الترتيبات الأمنية التي ترغب بها هذا هو المسار الأول بالنسبة لأوكرانيا لدخول العضوية ومن حق أي دولة أخرى أن تمنع موسكو لتقرر بنفسها من سوف يدخل أو لا يدخل في حلف الناتو روسيا تعارض أي من هذه الترتيبات والأمر متروك للناتو وحلفائها من سوف يكون عضوا في الناتو وليس الخيار متروكا لموسكو أننا على مسار أكثر قرب من الناتو ونرسل رسالة أكثر قوة ووحدة فيما يتعلق بالمسار الذي تخطو به أوكرانيا إلى الناتو كما هو الحال بالنسبة لأسويد وفنلندا أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن حلف الناتو سيصبح أكثر اتحادا وأقوى بانضمام السويد إلى الناتو إلى جانبي فنلندا وأضاف بلينكين أن انضمام السويد يرسل رسالة إلى الرئيس الروسي بلاندمر بوتين بأنه لن يتغلب على أوكرانيا واحل في الناتو وأكد بلينكين التزام بلاده بدعم أوكرانيا في هذه الحرب والتأكد من قوات التحالف الدفاعي في حالة حدوث أي هموم روسي آخر أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بيان قمة الناتو بشأن الصين يتجاهل الحقائق الأساسية ويشوه سمعة بكين واعتبرت الخارجية الصينية البيانة مشوهة لسمعة بكين مشددة على أنها ترفض بشكل حاسم تحرك الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هذا وطالبت الصين حلف الناتو بالتوقف عن الاتهامات التي لا أساس لها وتصريحات الاستفزازية ضدها يأتي ذلك تعقيبا على بيان قمة الناتو الذي وصف سياسة الصين بأنها تشكل تحديا لمصالح وأمان وقيم الحلف مشيرة إلى اتفاق دول الناتو على التصدي المشترك لنفوذ وقدرات الصين العسكرية وهذه عودة مشاهدين لمتابعة حركة عودة الوافدين من السودان والخدمات التي تقدمها السلطات لهم ينم إلينا من مدينة ياسوان مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين أهلا بك باسم ما الأخبار أهلا بك مساء الخير نحن الآن فوق المعدية في ميناء أبو سنبل النهري معدية مجلس مدينة أبو سنبل والتي تعمل على نقل العابرين بصفة عامة سواء من هنا من ميناء أبو سنبل إلى النحية الشرقية من بحيرة ناصر أو بالعكس للقادمين عبر ميناء قسطل البري المعدية الآن لا تعمل هي تعمل صباحا فقط وهذا ما يعني أو يؤكد على خفة يعني حجم العابرين أو الوافدين والعودة إلى الحياة الطبيعية طبعا معبر قسطل وأركين يعملان بشكل دائم في استقبال الوافدين من دولة السودان الشقيق ولكن الأعداد الوافدة إلى جمهورية مصر العربية لم تعد كالأعداد في بديء الأزمة ولا حتى في منتصفها ولكن هدأت كمية الأعداد وعدد الوافدين بشكل كبير وهو ما حدى بيء المعدية أنها تعمل بشكل طبيعي طبعا بالنسبة لحركة التجارة وكما نرى الآن وترصد لنا الكاميرا السيارات التي تقف على الشاطئ قبالة المعدية هي تنتظر عودة المعدية للعمل صباحا في تمام السادسة صباحا للعبور إلى الجانب الشرقي من بحيرة ناصر ومنها إلى السودان حركة التجارة بين جمهورية مصر العربية وبين السودان ذهابا وإيابا هي شبه طبيعية هي ليست كسابقة عادية طبعا 100% ولكن نظرا للظروف ولكن هي تعمل بشكل شبه طبيعي البضائع المصرية تذهب إلى السودان والبضائع السودانية وخصوصا الماشية واللحوم الحية وإلى آخره تأتي من السودان وأيضا مازالت المستشفى هنا في مستشفى أبو سنبل الدولي يستقبل الحالات الطبية التي تحتاج إلى تدخل طبي سواء بالكشف أو بالجراحة أو بالإحتجاز أو بالإحالة لمن يستدعي أو تستدعي حالته إلى مستشفى أسوان العام شكرا جزيلا لك باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري من أسوان السادسة مازالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها البيت الأبيض يدين تجربة بيونج يانج صاروخية ويؤكد التزامه بأمن الحلطاء قال دمتري مدفيدف نائب سكرتيري مجلس الأمن الروسي إن زيادة حلف شمال الأطلنطي مساعداته العسكرية لأوكرانيا من شأنها أن يقرب الحرب العالمية الثالثة أضاف مدفيدف أن المساعدات العسكرية لكييف لن تمنع روسيا من تحقيق أهدافها في أوكرانيا قالت الحكومة البريطانية إنها ستزود أوكرانيا بأكثر من سبعين مركبة قتالية ولوجستية وآلاف القضائف لدبابات شالينجر 2 كما أعلنت لندن عن تقديم حزمة دعم تصل إلى 64.7 مليون دولار لإصلاح المعدات العسكرية هذا ومن المقرر أن تطلق بريطانيا بالتوازي مشروعا من خلال حلف شمال الأطلسي لتأسيس مركز إعادة تأهيل طبي للجنود الأوكرانيين يتم تميله من خلال حزمة المساعدة الشاملة التي خصصها الحلف لأوكرانيا أعلنت نرويج أنها ستقدم لأوكرانيا خلال العام الجاري مساعدات عسكرية إضافية تشمل طائرات مسيرة متناهية الصغر بالإضافة لأنظمة دفاع جوي وحصص غذائية للجنود كانت الحكومة النرويجية أعلنت أنها ستسرع من وطيرة دعمها العسكري لأوكرانيا لمساعدتها على التصدي للغزو الروسي وأشارت نرويج إلى أنها ستسحب لهذا الغرض 2.5 مليار كرونا إضافية من المبالغ المخصصة لمساعدة أوكرانيا خلال خمس سنوات وبذلك يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية النرويجية لأوكرانيا هذا العام من 7.5 إلى 10 مليار كرونا بالإضافة إلى 7.5 مليار كرونا مخصصة للمساعدة المدنية حذر الكريملين من أن روسيا ستضطر لاتخاذ إجراءات مضادة إذا استخدمت أوكرانيا القنابل العنقضية التي قالت الولايات المتحدة إنها ستزودها بها في شأن آخر نفى الكريملين لتصريحات المخابرات العسكرية الأوكرانية بأن عناصر من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة كانوا يعتزمون الاستلاء على أدوات ومعدات نووية خلال التمرد الفاشل شهر يونيو الماضي وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوفا إن الكريملين لا تتوافر لديه مثل هذه المعلومات مضيفا أن ما تردد من تأكيدات بهذا الشأن معلومات مضللة على ما يبدو كان رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية أكريلو بودانوف قال إن مقاتل فاغنر وصلوا إلى قاعدة نووية تعرف باسم فورنينغ 45 في محاولة للحصول على أدوات ومعدات نووية صغيرة تعود إلى الحقبة السوفيتية إلى ذلك أعلنت أوكرانيا أنها تمكنت من إسقاط 11 مسيرة روسية أطلقت في الليلة الثانية من الهجمات على العاصمة كييف وأوضح سلاح الجو الأوكراني أن 15 طائرة مسيرة هزومية شاركت في الغارة وأن أنظمة الدفاع الجوي تصدت للهجمات ودمرت 11 منها أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوريجيا الأوكراني يوري مالاشكو أن الجيش الروسي قصف 16 بلدة تابعة للإقليم وأوضح مالاشكو أن القصف الأسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 85 عاما مشيرا إلى أنه تم تسجيل 43 بلاغا عن إلحاق أضرار بمؤسسات مدنية وإصابة شخص وتضرر منازل خاصة إثرى قصف الروسي لمنطقة خاركيف أكد الجيش الأوكراني أن قتالا عنيفا اندلع في شرق البلاد وجنوبها الشرقي قائلا إن قواته صدت عشرات الهجمات الروسية هناك أشار الرئيس فلاديمار زلناسكي إلى أن المراحل الأولى من الهجوم المضاد في هاتين المنطقتين تسير وفقا للمخطط لها لا تزال المعارك السياسية والعسكرية التي بدأت في فبراير بين كييف وموسكو تلقي بحمامها على كل البلدين وبلا أمل قريب في انتهاء تلك الحرب بالوكالة التي تجري على الأراضي الأوكرانية وفي تطور أخير عبر الرئيس الأوكراني فلاديمار زلناسكي عن أمله في أن يكون التقدم أسرع في شرق وجنوب شرق البلاد تلك المنطقتين التي تعدان المسرح الرئيسي لحملته لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا ففي شمال باخموت قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية أندري كوفاليوف إن القوات الأوكرانية صدت تقدما روسيا مدعوما بقصف مدفعي مؤكدا أن بلاده حققت مكاسب على الأطراف الجنوبية للمدينة ولا سيما قرية كليششيفكا الاستراتيجية فيما أكدت موسكو وقوع اشتباكات قالت إنها تمكنت خلالها من الدفاع عن مناطق قريبة من باخموت المدينة المدمرة وفي الجنوب تقول أوكرانيا إنها استعادت مجموعة من القرى في المراحل الأولى من حملة باتجاه بحر آزوف بهدف قطع الجسر البري الروسي الذي يربط شرق أوكرانيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014 وعلى الرغم من كل المكاسب التي حققتها أوكرانيا في هجومها المضاد فلا تزال القوات الروسية تحتفظ بمساحات شاسعة من الأراضي بعد أكثر من خمسمائة يوم من الحرب وتشير بعض التقديرات إلى أنها تمثل سبعة عشر بالمئة من الأراضي الأوكرانية مما ينبئ بصدق توقعات خبراء استراتيجيين بأن الحرب قد تمتد لسنوات وتلقي بظلالها أكثر وأكثر على العالم كله قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا إن الجزء المتعلق بتصدير الأزمة الروسية ضمن صفقة السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لم ينفذ وخلال تصريحات صحفية ردا على سؤال بشأن آفاق تمديد صفقة الحبوب أضاف نبينزيا أن الجزء الروسي من الاتفاقيات لم ينفذ مشيرا إلى أن روسيا كانت تتحدث عن ذلك على مدار العام على الرغم من كل جهود الأمانة العامة للأمم المتحدة والأمين العام اشتركوا في القناة يتوقع صندوق النقد الدولي نمو العالميا يبلغ حوالي ثلاثة فيلم أهسنويا على مدى سنوات الخمس المقبلة وذلك بحسب تصريحات لمديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا تعتبر التوقعات الجديدة لمديرة الصندوق أقل بكثير من المتوسطات التاريخية البالغة حوالي ثلاثة فاصل ثمانية في المائة مما قد يزيد من الضغوط على تدفقات رأس المال يذكر أن صندوق النقد الدولي خفض من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري بشكل طفيف إلى 2.8% وذلك مقارنة مع 2.9% في توقعاته الصادرة في يناير الماضي وخفض الصندوق أيضا من توقعاته لنمو العالمي في عام 2024 إلى 3% مقارنة مع 3.1% في توقعات يناير الماضي خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج النفط الخام الأمريكي للعام الحالي بنحو 50 ألف برميل يوميا بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبيترول أوبيك حلفائها أجل خفض الإنتاج إلى عام 2024 وقالت الإدارة في توقعاتها قصيرة الأجل للطاقة إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام من 670 ألف برميل إلى 12 بليونا في اليوم وهو ما يقل عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى زيادة بنحو 720 ألفا هذا وسبق وأن ذكرت الإدارة أن خفض إنتاج أوبيك بلاس من المتوقع أن يقلص مخزونات النفط العالمية في كل من الأرباع الخمسة المقبلة ويعزز أسعار النفط العالمية في أواخر العام الحالي وأوائل العام 2024 توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن يرتفع معدل نمو الاقتصادي في المملكة إلى 3.6% العام المقبل و3.3% هذا العام على اقتراض محصول حبوب متوسط وزيادة الصادرات وأضافت المندوبية أنها تتوقع عجزا ماليا 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 ارتفاعا من 4.8% في العام الجاري مشيرة إلى أن التضخم السنوي سينخفض من 2.8% في 20-23 إلى 1.8% في 20-24 أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بعيد المدى قبل تساحلها الشرقي قبل اجتماع مقرر بين زعيمي كوريا الجنوبية واليابان على هامش قمة حلف الشمال الأطلنطي في لتوانيا وذلك لمناقشة التهديدات المتزايدة وقال خفر السواحل الياباني إن ما يعتقد بأنه صاروخ باليستي سقط على ما يبدو وجاء الإطلاق بعد اتهام كوريا الشمالية للولايات المتحدة بانتهاك المجال الجوي لمناطقها الاقتصادية بطائرات تجسس ووصول غواصة أمريكية تعمل بطاقة نووية إلى كوريا الجنوبية في الأوينة الأخيرة أدنت الولايات المتحدة تجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية وقالت إنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وأمن حليفتها اليابان وكوريا الجنوبية وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض قال إن الباب لم يغلق بعد أمام الدبلوماسية مشددا على أنه يتعين على بيونج يانج التوقف عن اتخاذ إجراءات تطال أمن المنطقة وأن تختار النهج الدبلوماسي عيواضا عن ذلك نددت اليابان بقيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى نحو مياهها الشرقية وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هسكازو ماتسونو قال إن عملية الإطلاق تشكل تهديدا لسلام وأمن منطقتنا وللمجتمع الدولي هذا نوع من إطلاق السواريخ ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ويمثل مشكلة خطيرة لسلامة الشعب الياباني الحكومة سوف ترد في الوقت الذي تتعاون فيه بشكل وطيق مع المجتمع الدولي ومن ضمنه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى مجلس الأمن الدولي وسوف نوصل بدل قصار جهدنا في جمع المعلومات واليقضى والمراقبة من أجل حماية أرواح المواطنين والسبل عيشهم أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن القوات الجوية والبحرية الصينية أجرت منورات واسعة النطاق شاركت فيها مقاتلات وقاذفات وسفن حربية إلى الجنوب والجنوب الغربي من الجزيرة وأضافت دفاع التايوانية أضافت أنها رصدت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية دخول إثنتين وثلاثين طائر تابعة للقوات الجوية الصينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية من بينها مقاتلات ومروحيات وطائرات إندار مبكر وغيرها قال وزير الخارجية الروسي سيرجيل أفروفا إن موسكو مستعدة لمشاركة حلولها المتقدمة في الصناعة النووية السلمية مع اندونيسيا هذا وأوضح أنه ينبغي إنقاذ مناطق آسيا والمحيط الهادئ من السيناريوهات السلبية التي اتخذتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي في أجزاء أخرى من العالم هذا وأضاف لفروفا أن بلاده داعم موثوق به لرابطة الأسيان مشيرا إلى أن موسكو تعمل من أجل تعزيز بنية الأسيان والاستقرار والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يأتي ذلك على هامش مشاركة لفروف في قمة شرق آسيا والمنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا أسيان في جاكارتا هذا الأسبوع والتي من المقرر أن يحضرها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أعلن وزير الداخلية الفرنسية عن حزمة إجراءات أمنية استثنائية وذلك على خلفية توقعات باندلاع أعمال شغب جديدة في البلاد خلال الاحتفالات بالعيد الوطني يوم الجمعة القادم أعلن وزير الداخلية الفرنسية خلال مؤتمر صحفي عن نشر 130 ألف من رجال الشرطة والدرك في عمومي فرنسا يوم الثالث عشر والرابع عشر من يوليو من بينهم 45 ألفا كل مساء من المدربين خصيصا على مواجهة العنف في المدن كما وعد بالتعامل بحزن شديد مع كل من يحاول تعكير صفو هذه الاحتفالات بالعيد الوطني تعد هذه التعزيزات الأمنية استثنائية حيث تخشى السلطات الأمنية من اندلاع أعمال عنف جديدة بعد عودة الهدوء في البلاد التي شهدت عدة ليال من العنف عقب مقتل الفتنائل برصاص ضابط شرطة في ننتير غرب باريس في السابع والعشرين من يونيو الماضي أعلنت حكومة كوسوفو أنها ستقلص وجود قوات الشرطة إلى جانب تدابير أخرى في سبيل خفض التوتر في المنطقة الشمالية وقالت الحكومة الصربية في بيان لها إنها لن تتخذ أي إجراء من شأنه تصعيد الحرب في الشمال من بينها تقليص وجود قوات الشرطة بواقع الربع داخل مباني البلديات كانت أعمال عنف قد اندلعت شمال كوسوفو حيث يعيش خمسون ألف صربي يشكلون أغلبية في أواخر مايو بعد تولي رؤساء بلديات ألبان مناصبهم عقب انتخابات قاطعها الصرب مطالبين بتطبيق اتفاق يعود لعشر سنوات ويقضي بحصولهم على مزيد من الحكم الذاتي أعلن الرئيس الصربي أليكساندر فوتيتش عن فتح تحقيق في الاتهامات التي واجهتها الولايات المتحدة لمدير وكالة الأمن والمعلومات الصربية كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مدير وكالة الأمن والمعلومات الصربية أليكساندر فالين متهمة إياه بالتورط في مساعدة موسكو في أمشطة غريبة في منطقة غرب البلقان لها سلاط مع تاجر أسلحة وعصابة تهريب المخدرات بحث سفير مصر لدى كينيا وائل نصر الدين عطية مع وزير الخارجية الكيني ألفريد موتوة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والإعداد لمشاركة مصر في قمة منتصف المدة التنصيقية الخامسة للاتحاد الإفريقي والتي تستضيفها كينيا يوم السادس عشر الجاري وذلك في ضوء الرئاسة المصرية الحالية لللجنة التوجهية للوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي نيباد تناول الوزير الكينية مجالات التعاون المشترك مع مصر وتنصيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل وبعث الوزير الكينية رسالة إلى وزير الخارجية سمح شكري أعرب خلالها عن التطلع للقاء في نيروبي لمتابعة الحوار حول مستجدات القضايا التي تناولها خلال زيارته للقاهرة مارس الماضي وفي الاتصالات الأخيرة بين رئيسي البلدين من جانبه أعرب السفير المصري عن تثمين مصر للدور الذي تلعبه كينيا في مكافحة الإرهاب في منطقة شرق إفريقيا ووساطتها في العديد من القضايا الإقليمية وبالعلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين البلدين مؤكدا ترحيب مصر باستضافة الجولة السابعة لللجنة المشتركة بين البلدين في وقت لاحق من هذا العام انطلقت قافلة علاجية في محافظة شمال سيناء تضم 15 عياد متنقلة تستمر لأسبوعين بمركز شباب مدينة العريش وذلك ضمن فعليات الحملة الرئاسية 100 يوم صحة تقدم القافلة خدمات مبادرات الصحة العام بمشاركة 27 طبيبا من كلية طب جامعة السويس وذلك لإجراء العمليات الجراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتدار كما تقدم جميع خدمات الكشف وإجراء الفحوصات وصرف العلاق بالمكان أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوت والوادي الجديد مبادرة كلنا معاك وهي الأولى من نوعها على مستوى شركات مياه الجمهورية لاستقبال شكاوى العملاء من ذوي الهمم غير القادرين على إجراء مكالمة صوتية للتواصل مع الخط الساخن 125 الخاص باستقبال الشكاوى من المواطنين وذلك من أجل التواصل مع العاملين بالشركة للتعبير عن احتياجاتهم للمرة الأولى على مستوى الجمهورية أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوت والوادي الجديد مبادرة كلنا معاك للتواصل مع العملاء من ذوي الهمم بلغة الإشارة المبادرة تهدف الاستقبال شكاوى العملاء من ذوي الهمم غير القادرين على إجراء مكالمة صوتية عبر تقنية الفيديو ليتمكنوا من شرح شكواهم بلغة الإشارة نتكلم على مبادرة كلنا معاك المبادرة دي يعني إحنا كشركة أسيوت تعتبر أول شركة على مستوى الجمهورية طبقت هذا الكلام وده في إطار اهتمام معالي الرئيس بالصم والبك المبادرة جاءت انطلاقا من اهتمام الدولة بالذوي الهمم وتقديم كافة الخدمات لهم بصورة أفضل وتعمل الشركة على تقديم أوجه الرعاية والدعم اللازمين مما يمكنهم من التواصل مع العاملين بها والتعبير عن احتياجاتهم مبادرة كلنا معاك كانت بتهتم بزوي الهمم وده توجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية توجهات الدولة الأخيرة أن احنا نهتم بجميع الفئات في الدولة خصوصا أخواتنا من زوي الهمم اهتمام كبير توليه الدولة لأصحاب الهمم بعد سنوات وعقود طويلة ماضية عانى فيها ذو الاحتياجات الخاصة من الإقصاء والتهميش والحرمان من أبسط الحقوق وخلالها واجهتهم العديد من الأزمات سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو حتى الحياة الاجتماعية ومع تولي الرئيس السيسي رئاسة البلاد كان ذو الاحتياجات الخاصة على موعد مع مرحلة فارقة في التاريخ حيث حرصت الدولة على تحقيق التمكين الشامل لهم في الجمهورية الجديدة الآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة السادسة رقائي رمزي معه أخبار الاقتصاد أهلا بك رقائي أهلا بك يونوها أهلا بك محمد شهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وأياكم في هذه الوقفة الاقتصادية أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على دفع الخطوات التي تتم في إطار برنامج رد الأعباء التصدرية ومكنت خطواته لكونه يعزز خطط الدولة لتنمية التصدرات في القطاعات المختلفة وأيضا إيجاد فرص تصدرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية كذلك الاجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصدرية ومكنت خطواته بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وطالب رئيس مجلس الوزراء بسرعة صرف ورد الأعباء المتأخرة بصورة كاملة بحيث يتم مع بدء تفعيل نظام الميكان الجديد للبرنامج صرف مستحقات المصدرين في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من توقيت استفاء كل مصدر للمستنالات المطلوبة كاملة أصدر البنك المركزية قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة الإشراف عليها بما يمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق تضمنت الاشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن مليارين اثنين في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى أربعة مليارات جنيه كذلك أن يكون المساهمة الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة المماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال شهدت مدينة العين السخنة مراسم تسليم أول حفار بترولي صناعة مصرية 100% يأتي تصنيع الحفار ضمن خطة طموحة للدولة لتوطين صناعة الحفارات في مصر وتوفير مستلزمات إنتاج صناعة البترول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تكليلا لجهود الدولة في القطاعات كافة كانت مدينة العين السخنة على موعد للاحتفال والإعلان عن تصنيع أول حفار بري بترولي تم تصنيعه على أرض مصرية وبآياد مصرية خالصة بنسبة 100% لتنافس الدولة بقوة في هذا القطاع على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يشهد قطاع البترول خطة لإنتاج أول خمسة حفارات بترولية برية استعدادا لبدي تصدير إنتاج الحفارات المصرية لمختلف أسواق البترول العالمية إنتاج أول جهاز حفر للبترول تصنيع صناعة مصرية 100% فطبعا نحن نقول أننا سعداء لأن النهاردة تجربة مهمة جدا بالنسبة لنا إحنا يمكن قطاع رائد وبنحاول نشتغل في كل ما يتعلق بصناعة البترول بحيث أن نصنعه محليا بقدر الإمكان والنهاردة أحد أهم الأدوات التي نشغل بها هي أجهزة الحفر بتاعتنا اللي هي بتشتغل فيه حفر الأبار لإنتاج البترول فبتدينا هنا نصنع والحمد لله دي كانت البداية هو أول مشروع جهاز حفر يتم تصنيعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتصل قوته وقوة البريمة إلى 2000 هورس باور حيث صنع بأحدث تكنولوجيا حفر في العالم وبأحدث نظم الجودة ومعايير الأمان العالمية ويعمل بنظام تحكم آلي ومزود بسوفتوير على أعلى مستوى من التكنولوجيا الحفر ده واحد من سبع حفرات حيتم إنتاجهم بس ده البكورة الإنتاج وده أول مرة في تاريخ جمهورية مصر العربية ينتج فيها حفر بالشكل العظيم اللي احنا كلنا شفناه ده وان ده الحفر اللي بيستخدم في الخليج زي ما سمعت في التقديم الندل بيستخدم في المملكة العربية السعودية وجميع دول الخليج يهدف المشروع لتلبية الاحتياجات المتزايدة على هذه النوعية من الأجهزة بالسوق المحلية خاصة في ظل النشاط المكثف للشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن الغاز والبترول حيث سيصهم إنتاج الشركة في سد فجوة أجهزة الحفر البرية بالأسواق المحلية والعربية والإقليمية التي تشهد زيادة في الإقبال عليها نظرا لكثافة أعمال التنقيب عن البترول لتتصدر مصر هذا القطع الحيوي وتنافس كبرى الشركات العالمية في هذا المجال أحمد الحسيني التلفزيون المصري نهاية وقفقتنا الاقتصادية مشاهدين عودة مجددا إلى نها ومحمد فإليكم شكرا لك شكرا بأخبار الاقتصاد نصل مع حضراتكم لختام نشرة السادسة بقي أن نذكركم بأبرز عنوينها مصر تستضيف غدا مؤتمر قمة دول جوار السودان لبحث سبل إنهاء الأزمة رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المقترحة لتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية ويؤكد الحفاظ على الطابع المميز لتراث المنطقة مجموعة السبعة تتعهد بمساعدة أوكرانيا على بناء قدرات عسكرية قوية برا وبحرا وجوا نهاية اللقاء شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم سالمين اشتركوا في القناة